عارفين ان ماكرون خلق ازما دمت اكثر من سنتين مع المغرب تحدثنا عليه السابقا وعارفين ان الوضع ديال فرنسا في افريقيا صباحا متهلك ومبقاش كما كان عليه في السابق الجديد دبا اللي غدركزو عليه في هذه الحلقة هادي هو التعيين ديال وزير اول حكومة جديدة البطالين دياله الوزير الاول والزوج دياله كما اعترف هو وزير خارجية شكونوا ما هذا هو الوزير الاول الجديد غابرييل اتال ووزير الخارجية ستيفان سيجورني وهذه المرة الاولى اللي كيعين فيها ماكرون شخص قريب منه بهذا الشكل هذا ماكرون اختار غابرييل اتال وزير اول اول مرة في هذا المنصيب هذا وهو شخص من دول ميول الجنسية الميتلية سبق لي اعترف بذلك في 2018 وكشف ان العلاقة دياله مع عضو البرلمان الاوروبي دكس ستيفان سيجورني هو وزير خارجية دبا وبزوج تعتبروا اعداء ديال المغريب حتى يتبتوا العكس حتى يتبتوا العكس هذا التو بلاتي ما كتجمعهم علاقة سرية وغريبة وبالتالي راهم متوافقين على العداء ديال المملكة بالضرورة فواش غتغير السياسة الخارجية الفرنسية دياله دياله ديال الحكومة الجديدة معنا مغريب ولا غتبقى كما هي حتى الاخر ولاية ديال ماكرو فمرحبا بكم اذا كان اول مرة كتدخلوا القناة فارجو دعم القناة واشتراك فيها باش يوصلكم الجديد اينا وسهلا يلا نشوفو شنو واقع فهد الميل فهده ايمانويل ماكرو وقابرييل اتال مقربين مع بعضياتهم منذ سنوات كثيرة وفاش كان جابرييل اتال وزير ديال التعليم اعلن مباشرة بعد بدء العام الدراسي في غوشة ٢٠٢٢٣ للمنع ديال الرسيدة العباءة في المدارس والمعاهي للحكومية وصدق عليها المجلس ديال الدولة يفضلوا على سلطة ادارية هذا الموضوع هذا حدث واحد الغضب والتغطية اعلامية مستمرة للاسابيع وعلق واحد من الموظفين ديال الوزارة قائلا انه ينجري فميت الماكرو اكثر فاكثر نحو الاسفل الزعيمة ديال الكتلة اليسار الراديكالي ماتيلد وصفات جابرييل بماكرون الجونيور المتخصص بالغطرسة والازديرال اتال كيعيش في علاقة شدة مع ستيفان سيغورني الزعيم ديال المجموعة الليبرالية جديد اوروبا بالبرلمان الاوروبي وبالتالي سيكون ستيفان سيغورني مجاورا للرئيس الحكومة دياله جابرييل اتال والزوج دياله بعقد مدني سابق وهالشي اللي كان الاعلام الفرنسي يقول انه يعرف بعضيتهم بشكل جيد وهذا التفاهم هو سبب تعيين المفاجئ حيث جابرييل هو اللي فرضو على انه يكون في هذا المنصيب هذا اللي كي يهم ندبه هو العلاقات مع المغرب اللي كتقال انها لتحسن على ذاك الشي اللي كان تعليف سابق خصوصا فاجتم تعيين سافر ساميرا السيطاي الاعلامية المغربية في سفرة ديال الرباط بباريس ما يمكنش تكون عندك رغبة في اصلاح الاعطاب ديبلوماسية وتصلح العلاقات ديال بلادك مع بلد محواري اللي هو المغرب في منطقة تجتمل افريقيا وافريقيا كلها وتجيب شخص معروف بالعداء دياله المصالح ديال المغرب يعني هذا مؤشر ان السياسة الخارجية ديال باريس ماش يفتزيم الوضع اكثر علاش لان المغرب ما بغاش يردخل الضغوطات اللي مرستها عليه فرنسا فبزاف ديال الملفات سواء اقتصادية بخصوص اعطاء الاولوية للشركات بعينها توسع في مشاريع استراتيجية بالمغرب ايضا ما طالب حكومة فرنسا باش يتقاسم المغرب معها المعلومات الاستراتيجية اللي كتخص ملفات حساسة سواء فيما يخص الامن السلاح الجيش الاستخبارات هذا الشي تتأكد مع التصريحات اللي قالها ايروان دافو وهو سياسي ومسؤول بقصر الاليزي بخصوص تعيين ديال سي جورني وزيرة الخارجية حيث قال انه عوض ماكرون ما يخرج بالعلاقات من المنطقة البريدة مع المغرب مشاكي يعيين هاد الشخص اللي قد تتهمه الرباط بالقيلة ديالعصابة مدده داخل البرلمان الاوروبي وقبل ما انت حدثوه على سي جورني فحتى قبريير اتال تسبب في ازماء كبيرة في سبتمبر 2021 فاشكان ناطق رسمي باسم الحكومة وتكلف بالاعلان ديالتطبيق قرار خفض تأشيرات المسلمة للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين وصف القرار بانه صارم وغير مسبوق ولكن ضروري الكون تلك الدول يعني هاد الثلاثة ديال الدول كترفض الاستعادة للمواطنين ديالها وكترفض فرنسا الاستقبال ديالهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتار دعليبي ان هاد الامر غير مبرار الحجاج دياله غير حقيقية وان الرباط ما ديش غير القوانين دياله باشترضي الحكومة الفرنسية يعني ان اتال كان منفيد ومشارك في هذا القرار مع ماكرون واللي تسبب في ازماء غير مسبوقة بين الرباط وباريس السمرات سنتين والزيارة ديال وزيرات الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كورونا المملكة في الفين واثنين وعشرين ديسمبر ما تمكناش من اعادة المياه للمجاري دياله وخاعل ما وخاعلنا تعتمال الاجراءات ضرورية باش يتعود نعود نرجع الوضع الطبيعي بخصوص قدية الشينات اتخاذ قرار اعادة النشاط القنصري العادي على ان تشرع سلطة الادارية العمل دياله كيف ما في السابق الاختيار ديال الشخصيات معروفة بالعادة ديال المغرب كيترح تساؤلات بخصوص الطبيعة دياله هذه الاختيارات والتأثير ديالها على العلاقات الفرنسية المغربية اللي كانت ماشية تقريبا في الطريق ديال الانهاء ديال الزماء اللي كانت صامتة بين البلدين نرجعو للسيجورني اللي كان المنفذ الرئيسي للحملة ديالستدفات الرباط من داخل البرمان الاوروبي بخصوص مزاعيم تجسوس او غبر او عبر برنامج بيغاسوس اللي سبق المغرب انفاء هذه المزاعيم بشكل رسمي وكان من بين اسباب ديال الفراغ الدبلوماسي الطويلة في استفارة ديال المغرب في باريس يعني خرج السفير من اسمه ورجع للمغرب كعنوان على ان الازمة غير مسبوقة بالبلدين سيجورني نائب بالبرلمان الاوروبي قاد حمله في المؤسسة الشريعية الاوروبية ضد المغرب انتهت باستيصدار قرارين غير ملزمين الليول تناول بسوء والتضليل ما زاعم عن انتهاكات جسيمة لحرية الصحفة في المملكة السينادة للدعاءات وروجات لها منظمة غير حكومية من بينها هيومن رايت ووتش اللي قحمات نفسها في قضية الصحفي عمر الرضي اللي هو محكم دبا في قضية ديال التخابور واعتداء جنسية وروجات القضية دياله على انها انتهاك الحرية ديال التعبير هادشي خلاء الاحسن حداد الرئيس ديال الجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الاوروبي والوزير الاسبق اللي كان مكلف بالسياحة يقول ان سيجورني لعب دور كبير في هذا القرار هذا وكان من المهندسين دياله وقال بأنه جزء من الدولة العامقة في فرنسا اللي ما عجبهاش الانتصارات الامنية والديبلوماسية ديال المغرب وتنوع ديال الشركاء دياله المواقف الفرنسية خلقت توتر كبير الشهور كان من الامرزها الرفض ديال المغرب للمستعادات الفرنسية الموجهة والضحية ديال الزلزال ديال الحوز ثامين بسبتمبر اللي ثار الحافظة ديال الإعلام الفرنسي وشن حمله ضد المغرب والمؤسسات دياله وما زال الحد الان ما كان حتى اتصال ما بين المالك والرئيس الفرنسي ومن بعد المحاولات الفرنسية باش يرأب الصدع ويظهر بوادير حسنين ديال النية تجار الربات شهدات العلاقة بين البلدين بوادير تحسون حيث تعيين الملك محمد السريس الصحفية ومديرات الأخبار بالقناة الثانية المغربية ساميرا سيطايل سافيرة بالجمهورية الفرنسية في اكتوبر اللي فات الدلالة ديال هاد التعيينات اللي كان هدرو عليها سابقا بعد خطوات فرنسية التهديئة وإنهاء الإزمام على المغرب تتقول أن مكره ما زال ما بغيش يعترف باللي راه دغوطات دياله على المغرب في شلات وأنه ما بغاش يتصرح بشكل جديد مع المغرب وكي يدير بحال الدول الأخرى ويصري هاد الإزمام الأسماء الجديدة يعني رئيس الحكومة الموتير الجدل قابريل أتال الوزير الخارجية دياله اللي كان على علاقة به يعني تتقول أن طيس في هذه الخلاف ما زال بعيدة لأن السؤال المطروح علاش مكرون اختار هاد الشخصيات هذي وليه معادية كنعرفها معادية للمغرب بينما كيقول أنه بغي نهات التوتر احنا ما غنعرفوش أكتر من الفرنسيين في المصلحة هذي لهم في الطريقة اللي كي حقو بها هاد المصاريح هذي ولكن فرنسا راه جربات السرابة ديال المغرب وإذا بغات تنهي الأزمة بشكل جديد خاصة تغيير المواقف السابقة ديالها معادية للمغرب ويتابع هذي خينا هذي ويتابع الوزير الخارجية الجديد نهج جديد توجه المغرب باش توجه العلاقات الخارجية باش تتقرب مع المغرب من بعد النكاسات ومن بعد الانحصار ديال النفوذ في فرنسا في منطقة ديال الساحيل مقابل السعود ديال المغرب كقو وزنة وشريك موتوق ستطاع اختراق العمق الإفريقي بدبلوماسية سياسية اقتصادية هادئة وشركات استراتيجية كتخدم المصالح ديال إفريقية وكتخدم المصالح ديال المملكة غادي ننتظروا باش نعرفواش فعلا رئيس الوزراء الجديد وزير الخارجية استفدوه من الدرس السابق والمحاولة ديال بلادو الحاتثة بتحسين العلاقات مع المغرب نرى للأهمية والملقع ديال الاستراتيجي في المنطقة التعيين ديال الرشيدة داتي في منصيب وزيرة التقافة فهذه الحكومة دي يمكن نفهموه أنه محاولة التوازن داخل الحكومة الفرنسية بين شخصيات معتدلة وأخرى عند مواقف متسلبة مع المملكة والشرشيدة داتي المغربية الأصول والعندة ديال الدائرة السابعة في باريس واللي تولات منصيب ديال وزارة العادل في العهد ديال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اللي تكون عندها صيرة توصلة بين الحكومة الفرنسية ومسؤولية المغربة باش يخدموا على تحسين العلاقات التنائية هاتش اللي غادي نعرفوه إذن ننتظروا ونشوفوا القرارات الأولى ديال هاد الحكومة هذي ونحكموا آنذاك تبقوا في أمان الله